اجتمع الفريق أول الروكن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني مع الجنرال قمر جاويد باجو قائد الجيش الباكستاني بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الباكستانية في مدينة روال باندي المجاورة للعاصمة إسلام أباد يأتي ذلك على همش زيارته سموه الرسمية لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة حيث رحب قائد الجيش الباكستاني بسموه شاكرا إياه تلبية دعوته لحضور احتفالات يوم باكستان من جانبه أشهد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستوى العالي الذي وصلت إليه آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين مؤكدا على مواصلة الجهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بما يصب في صالح البلدين الشقيقين كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير مستوى التعاون وتنسيق العسكري بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني في كافة المجالات وبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك